الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة وذلك للتطهير والتماس البركة